السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام احلا ومرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمه وعلى الله وصحبي وسلم اجمعين ان شاء الله النهاردة اخوان العزاء هنتكلم عن موضوع مهم موضوع كلنا بنعيش وكلنا بنقع في نفس المواقف وهي لما تكون واقع في مشكلة وتشوف مجموعة من الأحلام او بتشوف علامات معينة في المنام هل ان العلامات او هل ان الأحلام اللي احنا بنشوف هدية بتشير الى امور معينة او بتشير لنا الى اشياء معينة هتحصل يعني والله اعلى واعلم اكيد طبعا اخوان العزاء الأحلام بتختلف وقت وقوع المشكلة وبتختلف ايضا وقت الفرح بمعنى ان احنا لو احنا مثلا في حالة فرح في حالة يعني تفوق في حالة نجاح بنشوف احلام مختلفة عن الحالة اللي احنا بنبقى عليها حالة مثلا المشكلة او حالة الخلافات او حالة يعني الهموم والقرب اكيد الاحلام دي بتختلف عندي طيب احنا النهاردة اخوان العزاء بنتكلم عن ان احنا بنبقى وقعيم في مشكلة فعلا ونشوف احلام معينة هل ان الاحلام دي يتشير الى ايه اخوان العزاء اكيد اكيد طبعا ان الاحلام دي بتكون رسالة خاصة بنا احنا اه رسالة موجهة لنا بتقول لنا نعمل شيء او نركز في شيء معين او في امر معين من خلال الامر ده ان احنا ممكن نتخطى المشكلة او تبشرنا بانتهاء المشكلة والله اعلى واعلم هنتعرف اخوان العزاء على نوعية الاحلام دي بالتفصيل واشكالها ايه بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب باللكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع الفيديوهات باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحب يفسرها ممكن اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخوان العزاء بالنسبة للاحلام اللي بنشوفها في الوقت اللي احنا بنبقى فيه في مشكلة مثلا والاحلام دي بتكون رسالة لنا ان احنا نخرج من المشكلة دي او ان احنا نعمل شيء معين يخرجنا من المشكلة دي كمثال بسيط جدا رؤية ان انت بتخرج صدقة في المنام رؤية جميلة جدا اخوان العزاء بتيجي بكزا شكل وبكزا يعني بكزا طريقة منها ان احنا مسلا بنشوف ان احنا الرؤية ظهرة وواضحة ان احنا بنخرج صدقة بندي حد اموال مسلا بندي حد اكل بندي حد شرب مسلا بندي له طمر بندي له فواكه الحاجات دي هنا الرؤية بتكون صريحة ليك ان انت تخرج صدقة طيب في حاجات بتكون مخفية احنا مش عارفينها ان هي الرؤية تقصد الصدقة مثلا زي ايه مثلا زي ان مثلا في طير يجي لك في المنام ياكل من الزرع بتاعك لو انت مثلا في زرع ممكن تلاقي الطير ده برضو بيخش منزلك بياكل اكل من البيت مثلا سواء كان طيور او مثلا حيوانات مثلا في بعض الناس بتشوف ان في قطة مثلا دخلت المنزل اكلت اكله وخرجت اه ممكن كمان نشوف الشخص متوفي مثلا دخل عندنا المنزل اخد حاجة ومشي مثلا او طلب شيء معين زي اكل زي شرب زي مياه مثلا وخرج فهنا الرؤية بيكون تفسيرها اشارة انك انك تخرج صدقة او يعني حاجة من انواع الحاجات دي اللي هي انت تكسر من اعمال خير وان شاء الله المشكلة ده عندك هتزول يعني اه ممكن نقول ان الصدقة مرتبطة بشيء زي كده ده اه جزء او شكل من الاشكال اللي نشوفها واحنا في قرب او احنا في مشكلة اه ايه الشكل التاني اللي هو مسلا نشوفه يبشرنا ان احنا هنخرج من المشكلة دي الشكل التاني هو ان فيه واحد مسلا يلاقي نفسه ان هو بيغرق في مياه البحر او بيتشطف عادي في مياه البحر يعني ان هو بينزل البحر اه سواء كان بيغرق او سواء كان ان هو بيتشطف ويسبح عادي بيسبح في المياه وقدر ان هو يخرج من البحر ده فهنا اشارة لي اه او رسالة لي ان انت ان شاء الله اه المشاكل معاك او المشاكل الموجود عندك ولكن هتقدر تتخطها هتقدر تتخلص من المشاكل اللي عندك بانك هتخرج من البحر ده اه كمان برضو اه رؤية ان انت لو ماشي في طيل مثلا او ماشي في حفر وادرت تخرج من الحاجات ديت فدي اشارة مهمة جدا ليك ان انت هتتخلص من الكرب هتتخطع مرحلة صعبة هتتخطع مشكلة في حياتك اه كمان من الاشكال المهمة جدا وناس كتيرة جدا بتكتبها على القناة وبفسرها لهم ان هي ان شاء الله انتهاء مشاكل وانتهاء هموم اه ان الناس تلاقي ان هي اه اه بتسوق سيارة وهي ما بتعرفش تسوق ناس بتسوق سيارة وهي ما بتعرفش تسوق اه ناس بتعدي طريق اه مسلا في سيارات او طريق مسلا صعب او ناس مسلا قدرت تتسلق جبل مسلا عالي اه او ناس بتشوف ان هي عدت قنطرة او عدة نهر مثلا بمركب او قدرت مثلا ان هي تسبح وتعد نهر. هنا اشارة اخواني العزاء. اذا تخطي مرحلة صعبة او تخطي هموم عند الواحد. الواحد مثلا بنمثل احنا الطريق او قيادة السيارة مثلا حاجات صعبة. اه كمان بنمثل ان احنا نعبر جسر او نصعد جبل. اه ان دي حاجة شابقة جدا ان انت بتعملها في المنام. ولكن بتوصل لهدفك دي حاجة كويسة جدا تشير لك اشارة مهمة جدا ورسالة خاصة بك انت كصاحب الرؤية ان انت هتتخطى مرحلة مهمة جدا في حياتك. سواء ان مثلا اه انت واقع في مشكلة مثلا او واقع في قرب عندك هموم ومشاكل معينة. اه عندك احزان عندك اه مثلا حاجات مش قادر تتخلص منها. فبالتالي اه معنى ان انت تسعد جبل او تعدي طريق فهنا بتكون رسالة مهمة لك ان ان انت ان شاء الله هتقدر تتغلب على الحاجات دي وهتعدي ولكن اه في حاجات ممكن تعملها تقربك ان انت او تساعدك ان انت تعدي من الحاجات دي. الحاجات دي يعني حاجات مسلا في الدين نفسه في الشريعة الاسلامية ان انت مسلا تكسر من الصالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلا او تتقرب لربنا سبحانه وتعالى اكثر بالذكر انك مسلا تعمل لنفسك ورد يومي من ذكر الله استغفار مسلا بطريقة معينة. اه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلا وقت معين. اه كمان انك مسلا لا حول ولاقات الا بالله. لا اله الا انت سبحانه كنين كنتم من الظالمين. كل الاسكار دي اه فوائدها عظيمة جدا. كمان المدومة انك تكون في وضوء تام. اه تصلي الصلاة بتاعتك في وقتها. في ناس كتيرة جدا بتأخر الصلاة. وطبعا يعني في بعض الناس بيكون ظروفها مسلا مش مهيئة. ولكن اه حاولوا حاولوا انكم تصلوا اه الوقت في وقته. هتلاقي مسلا امورك بتتحصل الافضل لو انت واقع في كارب او واقع في مشكلة هتلاقي الامور اتيسرت معك جدا. اه كمان زي ما قلنا في بداية الفيديو اخراج الصداقات لفوائد عديدة جدا. منها شفاء المرضى وفك الهم وفك الكارب وقضاء الحاجة بازن الله. اه طبعا اللي هيدوم على الحاجات دي بازن الله ان شاء الله لو عنده كارب او عنده مشكلة معينة او عنده امور صعبة في حياته. ان شاء الله الامور دي هيتخلص منها وهتتيسر اموره الاحسن ان شاء الله. اتمنى ان انا افدتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر اشارات. ليسركم جميع فيديوهاتنا باستمرار. وشكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.